الملعب الشرفي بمكناسة وبعد أربع سنوات يستعيد إطارة القسم الوطني الأول بصيغة الاحترافية جماهر القدامة والحنين إلى دور الكبار المباراة وقبل انطلاقة عرفت العديد من الاختلالات الفرشات المائية لم تبيز بين أرضية الملعب والمكان المخصص لجمهور فيما شكلت الإضاءة معطن سلبيا آخر أول مباراة للكوذامة بملعبه بعد غربة القسم الثاني قد يشكل ضغطا للجميع فهل يطال الضغط المدرب عبد الرحيم طاليب المباراة جاءت أولى محاولتها للعب الوسط المريني وتزديد مرة محادية للمرمى بعد ذلك وإطرى ضربة خطأ سينجح المدافع النافع في توقيع الهدف الأول لصالح أولمبيك خريبها النادي المكناسي ومن زاوية سيتمكن من الحصول على ضربة جزاءة بعد خطأ لدى المهاجم كوكو ضربة جزاءة الأولى لو أنه غير بقى يصفر على بحال ذلك ضربة جزاءة يحتاج يصفر عشر كل مباراة يحتاج يصفر عشر ديال ضربة الجزاء لأنه ذلك يقبط واحد يمسك الأخر هذا يكينف في العالم بأسره وما يصفره بنقص في التنفيذ يقتص لزميله معيدا الأمور إلى بدايتها خلال الشوطة الثانية عاد النادي المكناسي للجوم من خلال مجهود فردي سريع لياسين بايود بعد أن تلاعب بالدفاع الخريبي والخليفي كان قريبا من توقيع الهدف الثاني الفريق الإسماعيلي سيتمكن مرة أخرى من الحصول على ضربة جزاءة بعد خطأ ضد ياسين بايود بنقص في التنفيذ ويسجل الهدف الثاني لكن الحكم طلب إعادة ضربة الجزاء من جديد الحارس محمدينة كانت له الكلمة هذه المرة لينقض فريقه من الخسر كان في أي وقت قدرت تسجل المقابلة كانت مفتوحة الحمد لله لا تتعادل مع أولمبيك خريبكة داخل الميدانة هو نقطة إيجابية مباراة بالرغم بعد الهفوات إلا أنها أوفت لعودها في انتظار تشويق باقي الدورات سراع المحطة الأولى من البطولة